امراض الروماتيزم ليست محصورة بكبار السن فحسب بل يمكن ان تصيب اي فئة عمرية منها الاطفال ومن امراض الروماتيزم الاكثر شيوعا في صفوف الاطفال هو حمى البحر المتوسط الافماف هي بتجي عبارة عن اتاك يعني كل فترة وفترة المريض بيعمل وجع بطن قليم مع حرارة من اسمه فاميليا من تدرين الفيفر وهيدي بتتكرر كل شهر كل اسبوعين بين الاتاك والاتاك بيكون المريض طبيعي 100% بس المهم انه نحن نتجنب تتكرر هيدا الهجمات عند المريض لانه كل هجمة بتجي تترك اثر وهيدا الاثر على المدى البعيد ممكن يأثر على خصوبة الانسان ممكن يأثر على الكلا على القلب التشخيص اولا سريري وبعدها جيني حيث ترجى الفحوص للتأكد من الاصابة اما فحص السيروم اميلويد اي بروتيين فيساعد في معرفات حركة المرض على مر الاشهر الماضية ويمكن الاطباء من تغيير العلاج بحسب النتيجة لسيطرة على المرض العوامل الاساسية للواحد يصير عنده هذا المرض مثل ما انه العامل الجيني هو العامل الاساسي بعدين في عنا الواحد اذا عنده اصل من حوض البحر المتوسط بعدين بيجي العامل الخارجي اللي هي الالتهابات او السترس مشان هيك نحن عند التشخيص نتأكد ان ما يكون فيه الالتهابات جرسومية او اي سبب للحرارة علاج الحمال البحر المتوسط على مدى السنين هو الكولشيسين هو موليكول بتساعد انه ما تتكرر الهجمات وبتقدع الهجمة عادة اذا بلشت ولازم يخد المريض مدى الحياة لحد يصير عنده اصن مراهقة لانه معظم الحالات الـ FMF تنتهي عند المراهقة الكولشيسين يمنع تكرار النوبات وتراكم البروتيين الذي يضر بالكلا والخصوبة وفي حال عدم تجاوب المريض معه يلجأ الاطباء الى العلاجات المتطورة ومنها العلاج البيولوجي اشتركوا في القناة